السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم من سنة تانية عاملين ايه ياربوا تكونوا بخيروا في احسن حال معاكم زميرتكم انا اشرح من الفرقة التالتة والنهاردة هنستكمل مع بعض موضوع الاليمنت اللي بدأتوه في التاتوريال اللي فات اخدتو فيه الميجور الاليمنت اللي تبقى موجودة في جسمنا بكمية كبيرة النهاردة بقى هناخد او ومن اسمها يعني موجودة في جسم الكميات صغيرة او انا هحتاجها بكمية صغيرة وانا هقول لك بكمية لتتعدل ميلي جرامز يعني كمية صغيرة جدا اهي بس اخد بالك الكمية دي لو قلت او زادت عن المطلوب هتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا فيلا بينا النهاردة هنتعرف على ازاي نحافظ على العناصر دي بتاعنا طول حياتنا فمطلوب منينا نعرف عن كل خمس حاجات اول حاجة يعني ايه نوع الاكل اللي هلاقي فيه العنصر ده تاني حاجة الميتابوليزم ازاي جسم هيتعامل معي لما ادخله في الاكل بتاعي من اول امتصاصه عن طريق خلايا المعدة والامعاء وبعد كده يوصل للدم بعد كده ازاي هاوزعه لانسك الجسم المختلفة تلو في زيادة عن جسمي ازاي هقدر اخرجها وتب لو هو مستوى زادة عن الطبيعي او اقل عن الطبيعي الممكن يحسن بعد كده عايز اعرف ايه هي وظيفته اه وانا ايه هاخده في الاكل اصلا بعد كده عرف انا مطلوب مني اخد قد ايه منه وهكذا طيب قبل ما نبدأ عايزين نلدعن زمانينا ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويذكرهم فسيحة الجنات ويرزقهم الفردوس الاعلى من الجنة ويصبر قلوب احباهم وارعبهم على فرقهم يا رب بسم الله ينبتدأ اللهم افتح لنا في طروح العارفين فتحا يزهلنا بتساعد النهاردة زي ما احنا متفقين هنتكلم عن المايكرو مينيرلس او يعني عبارة عن عناصر غزائية بدخلها في جسمي او بتبقى موجودها في جسمي بالميلي جرامز لكل كيلو جرام ميلي جرامز ناخد قبلها من ميلي جرامز تمام طيب يعني المطلوب مني او الكيميات المطلوبة مني في اليوم الواحد بتكون اقل من ميت ميلي جرام تمام طب الترس المنت دي زي ايه قالك دي تشمل تلاتة سي اتنين ام اتنين اي اف اس طيب احنا سكمناها في حدوطة صغيرة كده بتقولك ان كان في بنت صغيرة اسمها سيلين البنت ديت عندها او داخل عليها دور افلونزا فاعدت زن فمامتها قالت لها اومي تمام طيب فاول حاجة لبنت اسمها سيلين تفكرني بالسيلينيام عندها افلونزا فلو فتفكرني بفلورايت بتزن فالزنك فتفكرني بعد كده مامتها قالت لها اومي اومي السي او منها تلاتة الام منها تنين الاي منها تنين السي منها تلاتة كوبر كوبلت كروبيوم الام منها تنين مانجانيز موليبودينيوم الاي منها تنين ايرن ايودايد تمام كده طيب احنا كده خلاص سكمناها ان شاء الله تبقى بسيطة طيب احنا هناخد دول عبارة عن عشرة صح احنا هناخد منهم سبعة هنبدأ بايه هنبدأ بالايرن او الحديد طبعا كده ايه عايزكم الموضوع ممتع والعزيز ان شاء الله ان شاء الله مش هتملو بس هو هيتقل معنا شوية يعني شوية بساط يعني بتقلقوش طيب اول حاجة هنتكلم على الايرن هعرف مصادر بتاعته هعرف زي هيتم امتصاصه هعرف زي هيتم توزيعه جسمي لو في حاجة زيادة هيتخرج ازاي مطلوب مني قد ايه قالك لو هو قل هيعمل عندي خلل اسمه ايرن دفشانسي انيميا ودي طبعا خدناها في الاي بي ال بس نرجع نقولها تاني مفيش مشكلة ولو زاد عن حاجة جسمي هيعمل حاجة اسمها هيمو كروماتوز او الهيمو سيدروز نبدأ اول حاجة بقى بالمصادر انا هنقل الحديد لها فاني هنعمل اكل هقولك متدول عندنا قوي يقولك اللي عنده انيميا او عنده لقصة حديد يكون لاما سبانخ وهو مصدر نباتي لاما كبدة مصدر حيواني فمعنى كده ان مصادر بتاعت الحديد ممكن تكون حيوانية او ممكن تكون نباتية حيوانية زي الكبدة زي الطحال زي القلب زي اللحمة زي صفار البيت دي بتكون very good sources للائرن مصادر حيواني بتكون مصادر مهمة جدا 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 للحديد زي الكبدة زي الطحال زي القلب زي صفار البيت بعد كده مصادر نباتية مثل المولاسد سكر الاصب زي الديت اللي هو الطمر اللي جمز البكوليات الخضروات كل السيريال زي اللي هو كل الحبوب بتكون عبارة عن جود سورسز للآيرن يبانا عندي في مصادر نباتية وفي مصادر حيوانية بس لو جالي امسك يو سورس فور الآيرن هختار انهي نوع هختار الحيوانية هختار ايه هختار اللحمة هختار الكبدة تحال القلب سفر البيت وهكذا يعني دي بتكون من الايرن اكتر من النباتية طيب احنا كده خلصنا السورسز تعالى بقى الجزء الابزوربشن انا كده اول حاجة كنت حتة اللحمة اللي فيها الحديد طيب حتة اللحمة اللي انا كنتها ديت هتمشي ازاي قالك والله هتمشي تفضل مكملة مكملة لحد ما توصل ليه المعدة توصل ليه النصطمك هيجي في الماء سؤال هو انا محتاج قد ايه من الحديد اقولك انا محتاج من 10 ال 15 ميلي جرام طيب ده بدا انا ده شوية صغيرين قوي بالميلي جرام ده انا واكل حتة لحمة الله ينور كده وكبيرة وكويسة وفيها شوية حديد حلوية هل كل الحديد اللي فيها هيتم امتصاصه ده طبعا سؤال جي فيه دماغي برضو اقولك لا من 5 ال 15 في المئة بس هو اللي هيتم امتصاصهم والباقي هيبدأ ان هو يكمل طريقه كده ويمشي في الامعاء لحد ما يوصل ليه السطول ويتكل على الله ويحصله تمام يبانا عندي بحتاج من 10 ال 15 ميلي جرام وبيتم امتصاص من 5 ال 15 في المئة من الحديد اللي انا واكله تمام والباقي يخرج فيه السطول طيب بيتم امتصاص الخمسة ال 15 في المئة دولفين اقولك بيتم امتصاص الخمسة خمسة ال 15 في المئة دوت في جزء الديودينام والابر بارت من الديودينام والابر بارت من الديودينام اقولك على الشان ده اقرب حاجة للحمودة واقرب حاجة للحمودة ليه؟ قالاك والله الحديد ده هو عنصر تقيل بيكون ماسك بشكل كويس قوي في الاكل اللي هو جاي فيه تمام فمحتاج اه به اتش تكون قليلة واتش سي عالي علشان يفصله عن الاكل اللي هو جاي فيه فاحنا اخترنا اقرب جزء للماعدة اللي هي الديودينام والابر بارت من يجدم عشان يتم امتصاصها فيه. تمام? طيب. انا الحديد اللي انا واكله بيبقى جاي في صورة الفرك يعني ايه فرك? يعني بيبقى حديد موجب تلاتة. بقولك ان انا عندي من الحديد بيكون عندي فيه النوعين. بص كده. انا عندي فيه الحديد موجب اتنين. اف اي موجب اتنين. واف اي موجب تلاتة. الموجب اتنين ده هو شبه الاس. فبقول على فرص. تمام? طيب. اذا ما لقف اي موجب تلاتة ديت شبه السي كده وحطط لها شرطة. دي تلاتة. فبقول عليها فرك. تمام? طيب. النوع الفرك والفرص. النوع الفرك ده هو بيتخذ فيه الاكل. اكل. ابقى اكل فرك. اكل فرك. اكل فرك. اكل فرك. بص الكاف والسي. تمام? اكل وفرك. تمام? طيب. وكمان هو ده التخزين للتخزين. للتخزين. يقولك انا عايز اخزن فبخزن كمية كبيرة. هبقدر الرقم الاكبر اللي هو التلاتة. طيب تعال لبقى على الاف اي موجب اتنين. افي اي موجب اتنين. الاتنين شبه الاس. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة ان هو بيستخدمه عشان اعدي الممبرين. يبقى اتنين عشان اعدي الممبرين. طبعا? يعني بيستخدم الاتنين عشان اعدي الممبرين. مش يخزنه في الخلايا او ماشي في الدم يكون برضو في الحالة الفرك. طيب امتى يكون فرس? قال لك فرس عشان اعدي الممبرين بتاع الخلايا. مسلا عايز اعدي من الممبرين بتاع الخلايا دي نازم يكون في الحالة الفرس. عايز يعدي الممبرين من هنا نازم يكون في الحالة الفرس. تمام? طيب. تعالى بقى كده. احنا دلوقتي وصلنا ان احنا كدنا حتة اللحمة لحد ما عدت اللستومك وصلت عندي عند فتر الضويتم ضويتنام .عايز بقى تتم امتصاصها. اول وكل اللحم في هالحديث في الحالة الفرق. فمحتاج عشان تتم امتصاصها وتدخل الخلايا وتتحولها الى موجة باثنين. عودة ويحولها الى موجة باثنين. فالايه في ايه موجة بتلاتة? عشان تتحول الا موجة باثنين. محتاج مده تعمل لاة ايه? تعمل لاها اختزان.ixealgיזان مادة تفقدها كثيرا ما هذه هذه الفجار.أثنين فقط. تمام marc? يبقى عايز تكسبها الالكترون. ايه هي اللي هنستخدمها? هلك نستخدم حاجة ذا الفيتامين سي او حاجة ذا الاسكوربك اسد او حاجة زي السيستايين. السيستايين فاصل يعني. ديت بتكون مادة مختزلة. يعني هتعمل اختزال للحديد من موجب ثلاثة الى موجب اتنين. فانا عندها اختار فيتامين سي وسيستايين. هيساعدون ان احاول افي موجب ثلاثة اللي كان في الاكل او في اللحمة بتاع دي. اللا افي موجب اتنين عشان تعدي الممبرين. طب هي هتعدي الممبرين كده وخلاص. لأ قال لك لازم تعدي على بوابة الاول. البوابة اللي موجودة على الممبرين او الميوكوزا الممبرين بتاع ده هي اسمه ايه البوابة ديت اسمها يعني ايه يعني سناء التكافؤ يعني ايه يعني معدن يعني معدن سناء التكافؤ وترانسبورتن يعني ناكل يعني البوابة بتنقل المعدن سناء التكافؤ اللي هو اف اي موجب اتنين فهي دلوقت هتحديه وتدخله الخلية على شر extras تبقى واضحة معانا كويس هناخد بقى مقطع كده جزء من اليومن اللي هو ده مع جزء من اليومن مع جزء من الخلية مع جزء من الدم والأم وضحينه ايه في صفحة واحدة اهو كده تمام احنا دلوقت وصلنا ان احنا عندنا اه الحديد بيكون جوها الخلية بس الحديد من النوع اف اي موجب اتنين تمام طيب دلوقتي احنا دلوقتي جوا الخلية الخلية عايزة تخزن شوية حديد قلنا حديد بتاع التخزين بيكون ايه بيكون التكافؤ اكبر اللي هو موجب 3 فعشان احخزن F-E موجب 2 لازم يتحول ال F-E موجب 3 تمام طيب وي قالك الحديد لازم يتخزنش كده لوحده لازم يمسكه مع بروتين البروتين اسمه الفريتين ايبو فريتين تمام ايبو فريتين فيكون لحاجة اسمها ايه اسمها الفريتين ده من من الحديد يبقى ما هي يأمسك يو من الحديد او من الأيرن هو مين هو الفريتين تمام طيب دلوقتي اني معايا حديد متخزن جوا الخلية على هيئة فريتين بس الفريتين ده هو تيحمل حديد من النوع F-E موجب 3 دلوقتي في اه برة تشو عمليه نادي انا عايز حديد دلوقتي هاجيب له حديد من اين هاجيب له حديد من اللي متخزن على هيئة فريتين بس دلوقتي عشان اطلعوا للبلد هيحتاج يعدي ممبران ولا عشان من اللي بيعدي الممبران ف اي موجة باثنين يعدي الممبران طيب فعوز اللي انا حاول ف اي موجة باثنين دهوت الى ف اي موجة باثنين الاول وبعد كده الف اي موجة باثنين يمشي هو ويطلع ليه البلد تمام عشان هو اللي هيعدي الممبران دلوقتي هيوصل عندي في البلد ف اي موجة باثنين طيب دلوقتي البلد بيمشي في موجة باثنين والنبي شا احنا عقلنا وظيفة ال holiness 2 يا ضبك يا عدل منبرين اما عايز يمشي في الدم عايز يتخزن في الخلايا انتشأل ال 47% دي mightyfgجججججججم حاجة في ال FY mahıyorum Hearing queget pedatta иф filling من موجب اثنين الموجب الثلاثة محتاج لهم يسرق منه ال الكترون اللي هيسرق ال الكترون هو مين هو السيريو بلازمين السيريو بلازمين د Bil tackling size عبارة عن بروتين للبروتين ده يحتوي يحتوي عليه موجاب الثلاثة Michab-3 ل Act 3 مخرج عربية عربية تشيل حديد الحديد ا том انها تبقى شخص سحيد Typ��오 ويبدأ يمشي في الدم وينقلوا لأجزاء الجسم المختلفة. تمام كده? تمام جدا. تعالى بقى الجزء تاني. هنا بيقول لك ان الزوبانية بتاعت الحديد في الديودينام في الزوبانية بتاعته بتتأثر بشوية عوامل. يعني احنا قلنا عشان يبقى دايب كل ما يكون دوبانيته اكتر ودايب اكتر كل ما امتصاصه هيكون اعلى. تمام? في حاجات تزود دوابانه في حاجات تقلل دوابانه. فبيقول لك في حاجات بتقلل دوابانه. زي ايه? قال لك زي زيادة البي اتش. قال لك البي اتش لو عالي والبي اقلوية مش هيلاقي حاجة حد يكسره من الكمبونز اللي هو بيبقى ماسك فيها او من الاكل اللي هو ماسك فيه. فيبقى مركب كبير مش هيقدر يعدي الممبرامة بتاع الخلية. تمام? فدلوقتي مش هيقدر يتم امتصاصه. قال لك حاجة زي الفوسفيت والاوكزاليت والفايتيت. فوسفيت اوكزاليت ديت برضو بيمسكه في الحديد ويكونه مركبات كبيرة. ما تقدرش ان هي تعدي ولا يتم امتصاصه. فده برضو هيقلل امتصاصه. قال لك برضو حاجة زي الفاتي اسد. الفاتي اسد زي ان دهيت بتروح تمسك في الحديد برضو بتمنع امتصاصه. يبقى ده حاجات هتقلل من زوابانه. قدما هتقلل زوابانه يعني هتكون منه مركبات كبيرة. مش هتقدر تعدل من فهتقلل من امتصاص الحديد. تمام كده? طيب تعبقى اما نقرأ اه كل اللي احنا اقولنا ده. بيقولك ان انا عندي او متصاص الحديد. قال لك على اقل تاكل ايه? تاكل من عشر. انا محتاج من عشر لخمستاشر ملي جرام من الحديد. فقط حوالي من خمسة لخمستاشر في المية من الايرن بيتم امتصاصهم. انا جلت حتة لحمة فقه حديد. من خمسة لخمستاشر في المية من الحديد اللي موجود هو اللي بيتم امتصاصه. بس انا بحتاج قد ايه في اليوم? قال لك بحتاج من عشر لخمستاشر ملي جرام من الحديد. تمام? طيب بيتم امتصاصهم من هل? بيتم امتصاص المستري فرمزاديودينام اند بروكز مالبارتي من جيودينام. طيب يقولك ان امتصاص الحديد ده هو بيتأثر به اربع حاجات. اول حاجة بيتأثر بحالة الحديد. تاني حاجة زوبانيته. تانية حاجة وضوده الكوبر. رابع حاجة كمية الحديد اللي انا واكلاها. فتحها كده ما انا اخذه من واحدة واحدة. اول حاجة حالة الحديد. يعني ايه حالة الحديد? يعني هو هو موجب اثنين ولا موجب تلاتة? قال لك معزم الاكل اللي انت بتاكله بيكون في الحالة موجب تلاتة. تمام? فبنحتاج زي الاسكوربيك اسد والسستيين عشان انه حولي الموجب تلاتة الى موجب اثنين. انا قلت لك يعني هتسلفك الكترون. فهو هتحولي من الموجب تلاتة كان فقط تلاتة الكترونات هتخليه فقط الكترونين بس اللي هو موجب اثنين. دوله اللي هما مين? اللي هما الفيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسد والسستيين. تمام? طيب دلوقتي حاولته الى موجب اثنين. فالموجب اثنين دلوقتي السهولة دية بتكون مور سيوليابل اند مور رابلي ابوزوربد. يقدر بسهولة ان هو يتم امتصاصه وبتكون زوبانيتها اكبر. تمام? تاني حاجة هتأثر على امتصاص الحديد هي زوبانية الحديد. قال لك ان انا عندي امتصاص الحديد هيقل بواسطة شوية عوامل هتقلل من زوبانيته. زي ايه? قلنا لو بيقيتش عالي مش هيقدر يتفك من الكومباوند اللي بيبقى ماسك فيها. حاجة زي الفيتات والفوسفات والاوكزالات. الفيتات والفوسفات اوكزالات. الحاجات دي بتروح تمسك في الحديد وكما مركبات كبيرة هتمنع او اتقلل من امتصاصه. فعشان كده بيقولك ان الايرون بتاع الانيمال تيشو بيكون افضل من الابزوربابل من البلانت. ليه بقى؟ قال لك عشان المصدر الحيواني بيديك حديد زوبانيته اكبر من المصدر النباتي. فعشان كده الانيمال تيشو بيكون مور ابزوربابل. فانا سكمناها الانيمال فيها ام ومور فيها ام. يبقى الانيمال مور. انيمال مور ابزوربابل تمام؟ طيب تارت حاجة اماوند افر الايرون انجستن بيقولك كل ما كالت كمية كبيرة من الايرون كل ما تمتص كمية اكبر تمام؟ كل ما وعالعكس بقى كل ما كالت كمية قليلة من حديد كل ما عام امتصاص الحديد هيكون اقل. تمام؟ بدي حاجات برضو بيتأثر على امتصاص الحديد. ربح حاجة بقى الكوبر. احنا قلنا الكوبر ده عبارة عن حرامي سرق الكترون اهو طلع يجرب الكترون. يعني طلع يجرب الكترون؟ يعني بيسرق منك الكترون يعني يعني حاولك مثلا من الموجب اثنين بدلا ما كنت فقط الكترونين لا ده يحاولك الى موجب ثلاثة تبقى فقط ثلاثة الكترونات. بيقولك ان الايرون اللي بيحصلوا في الفرس استيت. تم ما ديش شيء طبيعي. لان هو هيعد الممبرين. يبقى محتاج ان هو يكون موجب اثنين. يبقى محتاج ان هو يكون فرس استيت. يقولك في البلازمة بقى مش هينفع على الفرس استيت ده يقعد. لازم يحصل بشكل رابد لي بسرعة عشان يتحول الى الفرس استيت. تمام؟ وبعد كده يتنقل على الترانسفرين على العربيات بتاعته توصلوا للانسجة المختلفة. فعملية ده هي بتحتاج مادة اسمها السيريو بلازمين. سيريو بلازمين. سيريو بلازمين ده عبارة عن بروتين يحتوي على الكوبر هو اللي يسرق الالكترون من الف اي موجب اثنين ويحاوله الف اي موجب تلاتة. تمام كده؟ طيب. بعد كده هندخل على موضوع تاني اسمه الميوكوزال بلوك. يعني ايه بقى ميوكوزال بلوك سيريو الكلام ده؟ بيقولك بص يا عم احنا دلوقتي عندنا اه هنا اللي هو الحديد متخزن في الكبد والعضلات والعظام والحاجات دي. تمام؟ طيب. والحديد بيتم امتصاصه عن طريق من اليوم انهل. فالصاص البنده وده هي الابيسيليال سيلز. الميوكوزال الابيسيليال سيلز دي هي اللي بتحس بنقص وزيادة الحديد. فبيقولك لو انا عندي المخزن هنا مليانة والله الابيسيليال سيلزي تبدأ تحس وتقلل من الامتصاص. والعكس بقى لو المخزن هنا قليلة وعايزة حديد والكبد والعضلات والحاجات دي عايزة على حديد تبدأ ان هي تزود الامتصاص. فبيقولك دي عبارة عن اسمها ميوكوزال بلوك سيري. بيقولك هنا برضو نفس الحوار حلو برضو عشان نعيد. بيقولك انا عندي في البداية انا كالت الحديد في الفرك بعد كده اه كان جاي اه حولته الى الحديد في الحالة الفرس عشان يعدي الممبرين بواسطة اه ويعدي عن طريق البوابة دهيت الاسمها تمام? فيتعدي في الحالة الفرس. دلوقتي هو بقى موجود داخلية في الحالة الفرس. بدل ما عدى الممبرين. الخلية عايزة تخزن? عايزة تخزن. يبقى من مصدر التخزين الاف اي موجة بتلاتة. يعني بتحاول اف اي موجة اتنين الاف اي موجة بتلاتة. اللي هو الحالة الفرك. المفروض دي فرك مش فرس تمام? طيب برقم اربعة هنا. ده الفرك. طيب اقولنا هو بيتخزن كده الواحده? لا. لازم نمسكه فيه بروتين. البروتين اللي هيمسك فيه هو الايبو بروتين. فالحديد في الموجة بتلاتة مع الايبو بروتين يكون عندي حاجة اسمها الفريتين. ده عبارة عن المخزن الرئيسي للحديد هو مين? هو الفريتين. تمام? بعد كده لو انا عندي المخازن بره قليلة في الدم هتبدأ اه هنبدأ ان احنا نخرج الحديد من او نزود الامتصاص من بره. تمام? طيب فعايز اخد حديد من جوة الخلية. قالك الفريتين ده هو تلحديد فيه موجة بتلاتة. وعشان اعدل من برين لازم اكون موجة باتنين. تمام? فلازم احاول اف اي موجة بتلاتة? الا موجة باتنين يعدل من برين. اف اي موجة باتنين كروس ازاي من برين. تمام? اف اي موجة باتنين ده يبدأ ان هو يطلع بره في البلد. وبعد كده يتحول الى موجة باتلاتة عن طريق السيريو بلازمين. والاف اي موجة باتلاتة يركب على العربيات او النواقل بتاعته. اللي هي ترانس فيورين. وتبدأ ان هي توديه لالتيشوز المختلفة في الجسم. تمام? كده? طيب. لابقا ما نقرأها. بسم الله. بيقول لك انا عندي هي الميكوز البلوكسيري بتقول ان الريجوليشن بتاع الايرون ابسوربشن بيحصل بشكل اساسي وينفذ بواسطة الانتسطينة هي الفاصل هي اللي بتحس بزيادة ونقص الحديد. بيقول لك لما المخزن تخلص الابسوربشن يزيد. انحانسن. و لما الادكوات كوانتاة من الايرون بيكون متخزنة لما يكون متخزن كمية كبيرة من الحديد. الامسوربشن بيقل. تمام? طيب. بيقول لك only فرس. نوت فرق فورم الايرون اس ابزوربت. قال لك مين اللي بيحصل له امتصاص? الحديد في الموجب اتنين. الفرس هو اللي بيعدي الممبرين ولا بيحصل له امتصاص. ليش الحالة الفرق. قلت لك فرق يمشي في الدم يتخزن في الخلايا. تمام? طيب. هنا بقى بدأ يقول لك خطوات عملية الامتصاص. اول حاجة الفرق جي من الطعام. يبدأ ان احنا نعمله الى الفررس. الفررس ستات. عشان يعدي الانتصطينة اليومن. بعد كده يمسك في بروتين. آآ هيعدي يعني الميكوزل سل بروتين. اللي هي عبارة عن البوابة اللي هي كان اسمها تمام? بعد كده الفررس ايرن بعد ما داخل الميكوزل سل داخل جوه الخلية. يبدأ يحصل عشان يتحول الى الفررق ستات. عشان يتخزن. يتحول الى الفررق ستات. بعد كده الفررق ايرن يمسك مع الفرراتين كتمبراري ستورج. يتخزن على ايه الفرراتين? كمخزن مؤقت جوه الميكوزل سل. تمام? لوقت ما حد ينادي عليه ويقوله ان عايز حديد. فالفرراتين بيكون تمبراري ستورج. تمام? بعد كده خطوة رقم ستة بيقولك ان انا عندي الفررق ايرن انزا فرراتين اس ريليز. او لما حد بقى يحتاجه الفررق ايرن اللي في الفرراتين يبدأ ان هو يخرج. الفي موجة بثلاثة تخرج. ونحاولها الفي موجة بثلاثة عشان تعدي الممبران وتروح ليه الدم. تمام? بعد ما وصل للدم الفي موجة بثلاثة نبدأ ان احنا نحاولي قولة موجة بثلاثة علشان ننقله على العربيات. لان الفي موجة بثلاثة مش هيمشي على العربيات. الفي موجة بثلاثة هو اللي بيمشي في الدم واثنين على العربيات. عشان احاولوا من ف اي موجب اثنين ف اي موجب ثلاثة محتاج مادة مؤكسدة اللي هي السيريو بلازمين لانها تحتوي على الكوبر تمام في البرادسترين بقى بيقول لك اول فرق ايرن اس باوند مع ترانس فررين تمام يمسك مع النواقه الاولى عربيات اللي هتحمله وتشيله تمام احنا كده خلصنا السورس وخلصنا الابزوربشن ندخل بقى على الديستربيوشن بيقول لك انا خلاص احنا احنا دلوقتي امتصناه وخدناه في الدم عايزين نوضعوا الانسجة الجسمية المختلفة بيقول لك ان انا عندي التوتل ايرن في الجسم بيكون حوالي 4 جرام تمام عشان كده لو تلاحظ التوتوليول بتاع الميجور مينرالز كنا بنقول اللي احنا سعاد بنعتبر الحديد من الميجور مينرالز عشان هو بيكون كميته في الجسم 4 جرام تمام فاحنا نسكمنا ايرن اي ار او ان 4 حروف يبقى 4 جرام تمام بيبقى موجوز في الجسم على هيئة شكلين يا اما يكون فانكشنا الفورم يا اما ننقل فانكشنا الفورم يعني على شكل بيقد وظيفة او مش بيقد وظيفة واللي بيقد وظيفة ده كميته الاكبر بمثل 75% اما اللي مش هيقدي وظيفة ده 25% الباقيين تمام وال95% دول بيبقى موجودين بشكل اكبر زي ما اتفقنا بيتكونوا من هيمو بروتين مسئولين عن مسئولين عن مسئولين عن تنفس الخلايا واداء الوظائف اما النان فانكشنال دول من هيمو متالو بروتين دول مسئولين عن التخزين. يعني مخزوني الحديد في اي حتة ده بيبقى النان فانكشنا الفورم. اي مسلا حاجة هيقدي مجرد نقل ولا حاجة ده بيبقى فانكشنال فورم تمام طيب تعجد ما نشوف اول حاجة فانكشنال فورم مثلا اكتر حاجة مشهورة عندنا الاربسيز الاربسيز مثلا اللي هي قرات الدم الحمرة بيبقى فيها حاجة زي الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده عبارة عن ايه عبارة عن هيم وحديد وجلوبين فبيدخل في تركيبه في没有 حديد تمام والدم ما اكتره في جسمين والحديد ده مركب مهمجدان عشان نكون الهيموجلوبين بيكون كميوته كبيرة جدا بتمثل حوالي سبعة وستين في المية تمام بيقولك اننا عندي هذا هو من المنفورم من الآيرل في الجسم اكبر جزء من الجسم بيتشكل على هيد حموجلوبين وظيفته ايه؟ قالك وظيفته ايه بص يا عم قالك بيقولك ان انا عندي الهوموجلوبين ده ماشي في الاربوسيزة هي ماشية 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 الهوموجلوبين ده يروح عند الخلايا ياخد منها الاكسوجين ويديها ثاني اكسيد الكربون ياخد منها الاوتو ويديها سي اوتو تمام؟ يعني هو ايه مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو بينظف الخلايا من السي اوتو من الفضلات وبيديها اكسوجين عشان تتنفس ده مين ده الهوموجلوبين؟ تمام؟ لذا لدي ماجه كثير من المايوجلوبين في العضلات والمايوجلوبين يأخذ أكسوجين وَيَخُد ثانيا أكسود الكربون وَيَدي أكسوجين يدي الأمسجة أكسوجين المايوجلوبين يدّي العضلات أكسوجين وهو عبارة عن تمرري كاريلا الأكسوجين بيدي العضلات اكسوجيني يبقى مايغلوبين في العضلات بعد كده الريسبيراتري انزيمز دي عبارة عن انزيمز موجودة على ميتو كونديريا بيدخل في تركيبها الحديد زي السيتوكرومز والسيتوكروم اكسايداز والكاترياز والبروكسايداز والتريبتوفان بيروليز بيولا كانت عندي فاكر لما كنا بينين نعمل الجليكولوسيز والجلوكولونيجينيز والحاجات دي ركام بيطلق عندك الناد والفاد وعايزين نحاولهم الى اي تي بي وكنا بندخل في شوية حاجات اسمها الاكترون ترانسوبورتي تشين الاكترون ترانسوبورتي تشين دي كانت بيتم على جدار الميتو كونديريا وجدار الميتو كونديريا دي كان بيبقى عليه شوية انزيمات هي اللي بتوع تنطط الالكترولينات بينها عشان نطلع اي تي بي لو تفتكروا يعني اه تمام فالمهم يعني انزيمات اللي تبقى موجودة على الميتو كونديريا دي بيدخل في تركيبها الحديد وخلاص تمام زي اين الانزيمات دي زي السيتوكروم تمام? طيب ده حاجات بتقوم بوظيفة. حاجة زي انزيم ديت هتكون ل بتقوم لي بوظيفة. الميجلوبين ده بيدي اكسوجين للعضلات وقت الحاجة. الهيمو جلوبين ده مسؤول بينظف لي الفضلات من الانسجة وبياخد منها ويديها اكسوجين عشان تتنفس. دي كلها اما دي بقى دي عبارة عن مسلا حاجة زي ده كان بين المين ده كان بيشيل الاف اي مجاب تلاتة ايه على راسه كده ويمشي يتفسح بها عند الانسجة ويديهم ايه ويدهم حديد. عبارة عن ترانسبورت فورم من الايرن انزا بلب لازمة. تاني حاجة الفريتين. الفريتين ده عبارة عن من الايرن. ده اللي كان بنخزون للحديد داخل الخلايا. مهم اوي السؤال ده. اللي تشيه في من الايرن هو الفريتين. ده بيحتوى على حديد بنسبة 23%. يعني المركب بتاع الفريتين ده هو 23% منه ويكون حديد. تمام? طيب. بعد كده بيقولك ان هو بيبقى موجود في الفريتين ده. قال لك بيبقى موجود في الخلايا كلها. بيلم الخلايا كلها. بيلم اللي هو عبارة عن كدني سبلين بورمرو. انتوستينا من الكوزة اي حاجة. بيكون عبارة عن مركب كده اسفيرجل شكله بيضاوي. بيتكون من الابوفريتين بروتين ابوفريتين ومعه الحديد. تمام? ومربوط بالحديد. بس الحديد بيكون على هيئة ايه? على هيئة اف اي او او اتش. اللي هو على هيئة هيدروكسيدي يعني. تمام? يبقى نتاني. الترانسفيرجين ده كان عبارة عن نائل للحديد في البلازمة. الفريتين ده كان عبارة عن المخزون للحديد. جوة الخلايا كلها سواء ليفر او كدني او اسفيرين او انتوستينا ميكوزل سل. بيكون شكله بيضاوي بيتكون من الابوفريتين ومعه الحديد على هيئة هايدروكسايد. بعد كده تالت حاجة الهيموسيدرين. الهيموسيدرين ده عبارة عن ايه? قالك الهيموسيدرين ده بيكون موجود في مخزن الحديد بس لما يكون الحديد كميته كبيرة قوي 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 في الجسم. تمام? بيبدأ ان هو اه يتخزن على هيئة ايه? على هيئة هييموسيدرين. تمام? يبقى عند هييموسيدرين ده برضو مخزون للحديد. زاي زي الفريتين? آه مخزون للحديد شبه الفريتين. بس هنا الحديد بيكون خمسة وتلاتين في المية من تركيبه. اما الحديد في الفريتين كان بيمثل تلاتة عشرين في المية من تركيبه. تمام? يو ده من الحديد. ده طيب بعد كده هيخش معي على شوية في يعني ايه? بيقول لك ممكن الحديد ابص لقيه اه قليل جدا عن حاجة جسمي. فيسبب عندي حاجة اسمها او ممكن لقيه زيادة عن حاجة جسمي وعن ما يترصب في الانسجة فيعمل عندي حاجة اسمها هيمو كروماتوزز او هيمو سوزروزز. تمام? طبقا ما ندرس كل واحد منهم. بيقول لك ان ده بيكون نوع من يعني ايه? يعني القرات الدم الحمرة بيكون صغيرة. وهيبو كرومك لونها فاتح لان كلمتر يمجربين فيها صغيرة. والحديد فيها صغيرة. فلونها فاتح وبيكون صغيرة في الحجم. بيقول لك ان انا عندي الايردفشانسي ربما ينتج من اكتر من سبب. ايه هما? هو اللي دلوقتي فيه نقص فيه الحديد. تمام? فنقص الحديد يا اما يكون دلوقتي. نقص الصورس. يا اما الصورس قليل. يا اما مش بيتم امتصاصه بشكل كويس. يا اما الصورس كويس. وبيتم امتصاصه بشكل كويس. وبعد ما وصل للدم فقدنا جزء كبير من الدم. فبيقول لك هنا هوت. اول حاجة. الشخص ده عمال ياكل حبوب كتير اللي هو اللي هو ايه? دلوقتي مش احنا قالين ان الميت هي بتكون المصدر الكويس اللي فيه كتير. لأ هو بقى دلوقتي مقلل اللحوم وعمال ياكل لك في حبوب بقى ونباتات وحاجات. تمام? لأ انت مفروض تزود ايه? تزود اللحوم. عشان يبقى عندك الحديد بالشكل كافي. ما يحصلش معك دلشانسي خالص. تاني حاجة اللي هو ممكن هو دخل كويس وكان لحمه وظبط نفسه. بس ما فيش كويس ولا فيه امتصاص كويس. بسبب ان هو مسلا عنده عنده مشاكل في الجهاز الهضمي. عمال يسهل فما فيش ديورية. ما فيش فرصة ان يحصل امتصاص. ليه الحديد? يعني نقص الاتشي سي ال. الاتشي سي ال هو قليل. في البيئة قلوية. فما ما فيش اتشي اي سي ال او في ما فيش حمودة كافية ان هي تفصل الحديد من الكمباوند او الارجاني كومباوند او المركبات اللي هو وكلها. فما فيش امتصاص كويس. او في حالة الاستياتورية. يعني نزول الفاتي اسد في الاستول. اللي هو دلوقتي ان قلت لك لو فيه فاتي اسد ان ابزوربت فاتي اسد كتيرة. هتمسك فيه الحديد ومش هتخلي يحصل له امتصاص. تمام? لو فيه اي انتستينال ديزيز بقى اي مرة في الانتستين او عامل عملية مسلا شايل جزء مسلا من الديودينام شايل جزء من الاستومة او حاجة زي كده. فكل ده بيؤثر على عملية انتصاص الحديد. تمام? يبقى اما الصورس قليل ياما الانتصاص قليل. او ممكن يكون الاتنين سلام بس حصل للبلد. هو بعد ما الحديد وصل للدم حصل ايه للبلد. الشخص ده نزف كتير. تمام? طيب بيقول لك في الحالة ديت لو الابزوربشن بيكون كويس اه بتاع الفرة الصالفات بيكون يعني بيكون كويس. بيقول لك اه لو انت بتاكل كويس اه لحوم بقى او حاجات من دي اكيد مستوى الحديد عندك هيكون كويس. تم حاجة بيقول لك تحضير الايرون ديكستران للانترا ماسكولر انجيكشن للبيشنت اللي اللي مش بتمتصل اورال ايرن. قال لك اه لو انت مثلا لو انت بتاكل الحديد او مصادر حديد وعملية انصاص عندك بايزة هنبدأ ان احنا نديك الايرون ديكستران كاينترا ماسكولر انجيكشن. كحوقنا اه عضل اسمها ايرون ديكستران هيبدأ انه هيدهالك. تمام? طيب بعد كده تالت حاجة بيقول لك اه لازم تاخد حذرك لما تيجي تاخد تاخد الحديد بشكل حقن يعني. لان امكانية يعني الكلام ده يقول لك يعني خد حذرك وانت بتاخد حقن الحديد. لان لو مستوى عالي جدا في الدم عندك هيبدأ يروح يترصب في الانسجة ويسبب عندك مشكلة اسمها الهيموسيدريوزز. احنا قول الهيموسيدريوزز دي بتحصل لما الحديد يزيد عن حاجة جسمك بشكل كبير. فيبدأ ان هو يروح يترصب في الخلايا. تمام? تمام. طيب. بعد كده هيدخل لك على اه الهيمو كروماتوزز. اللي هو اللي هو الزيادة قوي 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 في الجسم. زيادة بدرجة كبيرة عن الحد. فبدأ انه يروح يترصب في الخلايا. وبدأ ما يروح يترصب في الخلايا ويعمل هيموسيدريوزز. عمال يزيد اكتر. ويبوز في الخلايا ويعمل فيها فايبروزز وسيل دي جينيريشن والموت الخلايا. فتقلب عندي آآ بهيمو كروماتوزز. تمام? طيب. فهنا دي عبارة عن كيز ريبورت. بيقول لك واحد عنده تلاتة وسبعين سنة جيل مستشفى. ايه بيشتكي من ارهاق وفقدان في الشهية على مدار ست شهور. الليفر بتاعه بالعملوله اشعة رانين. آآ بيبوز آآ بيبوز اللي لاقوا ان في في تغيرات في خلايا الليفر. فيها سيدريوزز. وكمان آآ بيقول لك ده اعتبروه ان هو عنده هيمو كروماتوزز. ولكن آآ ما كانش فيه اي يعني ده ما فيش اي جينات وراسية ولا اي حاجة. بيقول لك ان انا الليفر بيوبسي اللي اخدوها اكدت آآ بالهيمو كروماتوزز. الباسورو جي شو ود قال لك لما اخدوا القطع قطعم او بيوبسي من الليفر بتاعه الشخص ده. لقيه عندك خلايا ميتة واكدت لي ان الشخص ده عنده هيمو كروماتوزز. تمام? طيب. بيقول لك كمان لقيه لارج نمبر من سيتو بلاسميج هيمو سيدرين جرانيولز. لقيه كمية كبيرة من هيمو سيدرين موجودة في الجرانيولز. موجودة في خلايا الليفر بتاعته. وفيه لينفوسيت كتيرة. وفيه فيبروزز. يبقى ده الشخص عنده ايه هيمو كروماتوزز? يبقى هيمو كروماتوزز هي انا بيكون مرتبط مع ايه? عايز افهم ايه ملكيز ديت? عايز افهم ملكيت. ان هيمو كروماتوزز دي حالة زيادة الايرن. بكمية كبيرة جدا جدا. ولدرجة ان هي عملت وكونت عندي فيبروزز. فيبروزز. تمام? عملت عندي تلايف في الكبت بتاعه. تمام? طيب بيقول لك ان انا عندي الهيمو سيدرينز دي سببها ايه? سببها ان الشخص في الباشنت يعني الشخص ده كان عنده يعني كان عنده اه اه اناميا اه ام يعني اناميا حدا. ويه بدأ كل شوية عملين يعملولو بلد رمزي فيه عشان. يعني عملين يقولولو دم. فكل شوية عملين الدم على مدار سنين بدأ كمية الحديد تزيد عنده في الجسد. فبدأت ان هي تراح تترسل في الانسجة وتعمل عندي تاني حاجة يعني ايه? قال لك هو مولود كده. عنده جين الجين ده بيزود متصاصل حديد بكمية كبيرة. فمتصاصل الحديد ده ما يزيد بكمية كبيرة على مدار سنين يبدأ يتراكم في الانسجة. تالت حاجة بيقول لك الشخص ده يروح يقول ده انا عندي نقص في الحديد يقوم رايح على الصيدلية واخد حن عضل في ثانية يقوم مستوى الحديد آآ زايد آآ في جسمه ويبدأ ان هو يروح ترصف في الانسجة ويعمل عنده هيمو آآ سيدريوزز والهيمو سيدريوزز ده لو زاد عن الحد كمان بيقلب به انجري لالتيشو اللي هو موجود فيه وفي الحالة دي بنسميه هيمو كروماتوسز بيقولك اه من الايرن في الحالة دي بنسميه هيمو ايه تمام بس الهيمو كروماتوسز بقى فرقاء عن هيمو سيدريوزز ان هي عبارة عن هيمو سيدريوزز ومعاها معاها موت خلايا وتلايف تمام طيب طب الكني كان من فستيشن للشخص اللي عنده ده حالته عامل ازاي او بيكون شكله عامل ازاي بيقول لك بيبقى شكله برونز برونز لونه بيتحاول لون البرونز بيبقى شبه اللون ده كده تمام بيبقى لونه بتحاول لون ايه البرونز بيبقى بص على بتاعه وبص الاقي عندي في الاسكن اروع على الليفر ابص الاقي عندي في خلايا ميتة وفي تلايف اروع على البنكرياس ابص الاقي برضو فيه فايبروزيز. وقدم البنكرياس فيه فايبروزيز. يبقى مش هيقدر ينتج الانسولين. يبقى يبقى فيه عندي نقص في الانسولين. وقدم نقص في الانسولين الشخص ده هيدخل في ديابيتس. والديابيتس هنا هنسميه برونز ديابيتس. ليه الديابيتس برونز ديابيتس. لنا شخص ده هيبقى عنده بجمنتش. خلونها برونز على الجلد بتاعه. وكمان البنكرياس فيه فايبروزيز. مش قادر يصنع انسولين عشان يدخل الجلوكوز الخلايا. فالجلوكوز هيزيد عندي في الدم. فالشخص ده هيخش فيه ديابيتس. تمام? طيب. ابا دي حالة الهيمو كروماتوزز. بعد كده هندخل على الريكوايرمنت. احنا كده عرفنا الابنرمالتس اللي ممكن تحصل اه لو لو زاد الحديد عن حده او قل كتير قوي عن حده. او هيمو كروماتوزز. بعد كده هتشوف الريكوايرمنت. انا مطلوب مدني ااخد قد ايه في اليوم. قال لك مطلوب منك كشخص عادي سليم. اضلت سليم خالص. تاخد عشرة ملي جرام في اليوم من الحديد. الاردي ايه? اللي هو الكمية المطلوب انك تاخدها في اليوم عشرة ملي جرام. بيقول لك تبدأ ان هي تزيد لو هي كانت ست لو ست بتردع خمستاشر ملي جرام. اما لو ست حامل لا حامل يبقى تاخد له اللي ابنها فاضح فبقى. لزود لتلاتين ملي جرام. مهم اول ارقام دا يبقى المطلوب في اليوم كشخص سليم عشرة ملي جرام. ست بتردع تزيد لخمستاشر ملي جرام. طب حامل بتاخد لها ولبنها يبقى يزيد للضيع في تلاتين ملي جرام. تمام كده? تمام جدا. بعد كده فاضل العنوان معانا. اللي هو اسمه ايه? اللي هو عملية الاخراب. قال لك ازاي بنتخلص من الحديد الزيادة عندي في جسمي? قال لك يقيمة عن طريق الفيسس وده كمية الاكبر. يا اما عن طريق اليورين والسويد. يا اما عن طريق السرويشن والمالك. اول حاجة عن طريق الفيسس. قال لك الفيكال hem لا. قال لك الانشربي الان. يا كمية اللي ما بيحصلهاش انتصاص احرام الانصاص من خمسة لخمستاشر في المية. كمية اللي بيحصلهاش انتصاص بتخرج بكمية كبيرة. عن طريقة ايه? عن طريق الفيسس. قل ممكن كمية صغيرة تخرج عن طريق تخرج عن طريق السفرة. لكن الكمية الاكبر عن طريق مين? عن طريق. بعد كده بيقول لك بيقول لك ان انا عندي اه ممكن اتخلص عن طريق ولكن بتكون كمية صغيرة جدا جدا جدا. بتكون حوالي من نص الواحد ميلي جرام. طب لايه ما بنقدرش ان احنا نخرج الحديد عن طريق قالك عشان بتفشل ان هي تخرج الحديد بسبب ان عندك الحديد وهو ماشي في الدم بيبقى ما نقول على الترانسفرين عربية الترانسفرين وعربية الترانسفرين دي ما بتقدرش يتعدي من الجيلوميرولاي بتاعة الكالية بتاعة الكالية بتاعة الكيدني تمام؟ لان الترانسفرين ده مركب كبير تخيل كده الترانسفرين ده مركب كبير كأنها عربية مش هتقدر تتعدي من الكالية وتنزل في اليورين فكمية صغيرة جدا من الحديد هي اللي بتخرج عن طريق اليورين تمام كده? طيب. بعد كده ما قالك ان هو ممكن يخرج عن طريق من الملك. تمام? طيب احنا كده خلصنا الحديد. طيب عايزين نرجعه. بس هنرجعه في صورة اسئلة. تمام? احنا كده تعالى نبص على هاء المابل اللي كنا عاملين للحديد. وقلنا المصادر بتاعته حيوانية ونباتية. وعرفنا الحيوانية بتكون احد. بعد كده عرفنا الامتصاص بتاعه. وقلنا موجة باتنين يعد الممبرين وموجة بتلاتة. يا اما يتخزن يا اما يمشي في البلاد على هيئة بعد كده عرفنا يقيم ما يكون بعد كده اخدنا نخرج عن طريق او او والملك. بيقيم بيكون عشرة ملي جرام لو انا شخص سليم لو ست خمستاشر ملي جرام لو ست حامل تخد لها ولبناها تلاتين ملي جرام. بعد كده عرفنا يعني وقلنا يا اما نقص في الصورس يا اما نقص في يا اما زيادة في الفجدان الدم يا اما طيب بعد كده قلنا الحديد كتير قوي فعمل يترسل في الانسجة. وده بنسميه لو اه ترسيب الانسجة ده صاحب معاه موت في الخلايا في الخلايا فايبروزز هنسميه هيمو كروماتوزز. تمام? تعبقى اما نحل الاسئلة. اول سؤال معانا بيقول بيكون? قال لك اختار التريس المنتو من دول. احنا كلنا ما سكي منها اسمها ايه? سيلين. سيلين. عندها انفلونزا. فلورايد. بيتزين. زينك. واتنين ايرن ويودايد. اتنين ام مانجانيز ومنودينيوم. وتلاتة سي او. اللي عبارة عن كوبر وكوبلت وكروميوم. هنا في منهم ايه مانجانيز? اه ماغنسيوم? لا. اه يا كلورين? غلط. الايرن صح. يبقى هتبقى ايه? هتبقى سي. طيب تعال بقى الايرن بيكون مكون من عندك الكاربوكسيلاز? لا. الترانس اميناز? لا. ترانس فيراسيب? لا. السيريو بلازمين? لا. ده الكوبر هو اللي كان جزء من السيريو بلازمين. الهيمو جلوبين? اه. كان اللي بيمس الجزء كبير جدا من هيمو جلوبين. حوالي سبعة وستين في المية. تبقى ايه? طيب بعد كده عندي ترانس فيورين. ترانس فيورين ده كان عبارة عن مين? قال لك من غير ما بص على الاختيرات. ده كان النقل اللي بيشير في مجاب تلاتة في الدم ويوزعه على الانسجة. يبقى هو دي الايرن في البلازمة. تمام? كويس? قوي. فده ايه? طيب بعد كده بيقول لك ما عدا. كل ده يحتوي على حديد ما عدا. الهيمو جلوبين? اه. كان بيحتوي على حديد كتير وكان بيبقى في الاربسيز. الميو جلوبين? اه. كان بيحتوي على حديد وكان بيقى في العضلات وكان بيمده بالاكسجين وقتها الحاجة. بعد كده السيطوكروم اه ده كان من ضيمن السوريوبلازمين? لا السوريوبلازمين ما كانش بيحتوي على حديد. تمام? الفريتين اه ده كان عبارة عن المغزون الاساسي من الحديد. كان عبارة عن حديد وايه بوفريتين. تمام? يبقى هنا الاجابة دي. طيب. بعد كده بيقول لك في الهيمو كروماتوزز بيقول لك في حالة الهيمو كروماتوزز الليفر بيكون انفلتريد بيكون مغزوب ايه اللي بيكون مليه قالك الايرون الايرون بيكون مليه هيمه هيم اصلا يعني حديد هيم يعني حديد يبقى خلاص الليفر انفلتريده على طول بيه الايرون من غير ما بص على باقي الاختيارات بعد كده رقم 6 الموليكولار ايرون يعني جزء الحديد بيكون بيقول لك بيتخزن بشكل برايماري في الاسبلين ولا كف ايه موجب اتنين بيخرج في اليورن لأ طبعا اللي بيخرج بيبقى مش ممتص بيبقى ايه فاللابزوربابل هنا اللي بيخرج في اليورن بيكون اف اي موجب 3 تمام الحديد اللي بيخرج بيكون اف اي موجب 3 الحديد اللي ماشي في الدم متخزن يخرج اف اي موجب 3 اف اي موجب 2 ما زفته ويعد الممبرين طيب بيقول لك يبقى دي غلط صح حلوة دي قال لك فعلا الحديد بيتخزن في الجسم على هيئة في الريتين. طيب بيقول لك في الفرك غلط في الفراس الفرك اه كان وصفته يتخزن. طيب غلط كان بيمشي على هيئة يبس صحة عندنا ايه? اللي هي طيب سعر رقم سبعة بيقول لك افضل سورس يبقى هدور على السورس الحيواني زبدة بطاطا طماطم لبن اورجان ميتس لا اورجان ميتس هي اللي صح هدور على اللحمة طيب بعد كده رقم تماني بيقول لك تدري ريكوايرمنت للآيرن للنورمال قد ايه? قال لك تدري ريكوايرمنت بتكون عشرة ميلي جرام عشرة ميلي جرام لان ده شخص ايه? شخص اضلت وسليم لكن لو لك تدينجي خمستاشر. ولو برج ننسي تلاتين ميلي جرام. دلوقتي هناخد فصل الزغانطوس كل واحد يروح يعمل مشروبه مفضل ويجي. وعم يتجيش. اه تمام? اللي عليه بقى امتحنات? اه لا ياخد نفس عموك كده ويكمل معي يا ربنا يوفقكو يعانكو يا رب. اه هناخد دلوقتي الكوبر الكوبر هنعرف عنه ايه? قال لك هعرف المصادر اللي هلاقها فيه. هاكل ايه عشان هلاقي كوبر? بعد كده عرف اه امتصاصه هيتم امتصاصه ازاي? اللي لو في زيادة هتخرج ازاي? اه المطلوب مني ياخد كمية قد ايه? الكوبر اللي ماشي في الدم ده بيبقى ماسك في بروتين ولا متشال على العربيات ولا ايه زروفه? لو زاد عن اه على الحد او قال عن الحد الطبيعي اه المشاكل اللي هيسببها. لك لو زاد يعمل لو قالها هيعمل حاجة اسمها بعد كده عرف بتاعته والوظيفة بتاعته الكوبر. فاول حاجة نبدأ كده المصادر اللي هلاقي فيها الكوبر. اول حاجة بيقول لك ان الكوبر بيكون ولي في الفود. يعني بيكون متوزع بشكل واسع جدا في الطعام. يعني لايه بمعظم الاكل. فبيقول لك من المصادر الغنية بالكوبر المكسرات الكبدة الكلى السمك البكوليات. كمية الكوبر اللي بتكون موجودة في جسمي وتتراوح بين مية لمية وخمسين ميلي جرام. لو تفتكر الايرن كان بيبقى اربعة جرام. اما الكوبر بيكون مية مية وخمسين ميلي جرام. تمام? طيب بتاعه. انا دلوقتي كانت حتة الكبدة. حتة الكبدة دي كان فيها كوبر. نزلت عندي لحد ما وصلت لي الاستومك او المعدة. اه هتكمل ولا ازفدل وقفاء لك او هتكمل لحد وهناك هيتم انتصاصها. فانا عندي الكوبر بيكون بشكل رئيسي من ايه من او الديودينام يعني. طيب الابزور بشان بتاعه بيتم عن طريق ان هو الكوبر بيروح يمسك في بروتين. البروتين ده عبارة عبارة عن ايه? عبارة عن مثالو صيونين او بروتين. يعني هو بروتين اهوت وبيبقى في مكان كده الكوبر بيجي يمسك فيه. تمام? فدلوقتي عشان يتم انتصاصه لازم يكون عندي المثالو صيونين او البروتين ده موجود في الميكوزة لسل. تمام? طيب افرد جي عنصر تاني عشان يتم امتصاصه برضو بيحتاجي نفس البروتين. فلو العنصر التاني ده كتير هيبنع امتصاص او هيقلل منفرسة امتصاص القوبر. ليه? قالك ما هو يلحق يا ما يلحقش بقى. صح? يلحق يا ما يلحقش. طيب ممكن يتنافس مع القوبر عن المثالو صيونين الزينك والكاديم. قالك ده سأل امسك يوم هم الزينك والكاديميا ممكن يتنافسه مع القوبر للمثالو صيونين ويقللهم من امتصاصه. طيب. بعد كده هتكلم معي على القوبر اللي ماشي في الدم. قالك القوبر هو ماشي في الدم. يما يكون ماشي في البلازمة. يما يكون موجود جوه قرات الدم الحمراء. يما يكون ماشي في البلازمة. آآ فيبقى ماسك فيه البلازمة بروتينز زي السيريو بلازمين زي الألفاتوغلبيولين زي الألبيومين السيريولوب LAZ boots والألفاتوغلبيولين بيمسك فيهم القوبر بشكل قوي جدا ولنسبة 70% من القوبر الموجود في جسمي بيكون ماسك فيهم بأثاني 70% من القوبر الموجود في الدم بيكون ماسك في السيريولوب LAZ Колобoy السيريولوب LAZ وألفاتوغلبيولين بيكون ماسك بقوة بشكل اما 20% البقية بيكونوا مسكين بشكل لوزلي او بشكل ضعيف مع مع الكالبيومين بيبقوا مسكين مع الكالبيومين بشكل لوزلي اما مع السيريولوبلازمين يكون الكمية الاجبر لو تلاحظ اصلا السيريولوبلازمين ده مقطعه كبير فتقول الكمية الاجبر بتمسك معها فبص تلاقيه ماسك بكوة بشر طيب انا دلوقتي ده ايه ده الضل في البلازم Hao Masique بلازمي بروتين سبعين في المية مع كذا وتلاتين في المية مع الخورفية يومين طيب تعالي بقى هو ماسك في في كرات الضم الحمره هوst克بلا?! كل معظم قابر pot في كرات الصعام الحمره فبروتيد ماسك في قوبر وخصفه اروستروكوبرين اروسzia اروستروكوبرين ارستروكوبرين اروسدا وقوبر stink بروتين مثلا مبتgrad في کرات الضم الحمره فدلوقتي بيقول لك الل hvad دهfront موجود داخل البصيز بيشتغل كسوبر اueprint يعني بيقول لك ان ده عباره عن انزيم بيترض السوبر ا drafted زمن الخلية يعني بيترض بيترض السوبر اوع lambda دي يكون دارة بالخلاية في المواد الضارة دية ممكن ان هي تruktur الخلاية وتموتها والضرة في الارستروكوبرين بيقوم تردها عشان يحافظ على الاربسيز سليمة. فده وظيفته في الاربسيز. فدلوقتي اتعمل تقل لي الوظيفة بتاعة الكبر بيقولك ان هو لو طالت وضايش مهمين. اول حاجة يعني عملية انتاج الهيم. تاني حاجة ان هو للعديد من الانزايمز. اه هنعرف انزايمز مهمة جدا الكبر بيدخل فيها. بعد كده ان هو بيساعد في الموتابوليزم بتاع النيرفاستيشو. تعالى ناخده من واحدة واحدة. اول حاجة ان يعني عملية انتاج الهيم. قالك مش هيم ده يعني حديد. اللي جابه مع الكوبر. هقولك استنى علي. مش احنا لما كنا بناخد الحديد. كنا بنقول ان دي مسلا خليط الميكوزل سيل. وكان هنا البلد. فكان مسلا عندي عشان الحديد يعدي ويحصل له امتصاص للدم. كان عشان يعدي فيازم يكون اف ايم وجاب اتنين. يعدي اف ايم وجاب اتنين. فكان يوصل الدم اف ايم وجاب اتنين دهوت يقعد محتاس. قالك انا لابتنشال على عربيات ولا بتخزن ولا بنروح في حتة. فلازم اتحول لاخوية اللي هو اف ايم وجاب تلاتة. وعشان احول ايه موجاب اتنين الى موجاب تلاتة لازم افقد الكترون. فكان يجي واحد حرامي الكترونات يجي اخد مني الكترون. اللي هو من الحرامي بقى اللي كان بيجي كان الكوبر. فاكره? فاكر الحرام اللي كان بنرسومنا اهو. كان اسمه ايه? الكوبر. الكوبر ده كان بيبقى موجود في مركب اسمه السوريو بلازمين. السوريولو بلازمين بقى مركب جواه اه بروتين يعني ومسك فيه كوبر. فالكوبر يقوم سرق الالكترون من الحديد. ويقوم حوله لا اف ايم وجاب تلاتة. اف ايم وجاب تلاتة بقى يركب على العربيات. يروح يكون هيموجلبين. يروح يتخزن في انسكة الجسم المختلفة. ما لاش داعه. تمام? بس دلوقتي الكوبر كان شيء مهم جدا. كان موجود في السوريولو بلازمين. وساعد ان يتم متصاص الحديد وساعد على حركته. تمام? فدلوقتي لو ما فيش كوبر مش هيبقى فيه حديد ولا هيروح يكون عندي هيموجلبين. فقرات الدم الحمرة تبدأ تكش تكش وتصغر مما ما يمفهيش جواها هيموجلبين. ويكونونها فاتح هايبوكروميك. فتبقى تعمل عندي نوع من الانيميا اسمه هايبوكروميك مايكروستيك انيميا. تمام? ففي حالة الناس اللي عندها كوبر دفشانسي هتبقى مصابة بالآن دفشانسي تاني حاجة قالك ان انا عندي اللي هو كان بيبقى موجود داخل كرات الدم الحمرة دهوت برضو بيساعد آآ بيساعد على ان انا اطرد السوبر اوكسايد آآ النتجة من الايروبيك من جوا الخلية. يعني ايه? بيقول لك دلوقتي انا معايا ديت الخلية هاي. الخلية عملت ميتابوليك ميتابوليزم ايروبيك ميتابوليزم. فتكون عندي جواها سوبر اوكسايد. حاجة زي اللي هو يعني. اللي هو يعني. اللي هي مواد المؤكسدة يعني. اللي هو زي مثلا. طيب. المواد المؤكسدة انا عايز اطردها. مين اللي هيطردها? قالك هو اللي هيطردها. هيبدأ ان هو يخرك كده عشان يحافظ على الخلية سليمة. لو موجود او في عندي دفشانسي دلوقتي المواد المؤكسدة هتقعد في الخلية وهتفضل تكسر فيها وتبوزها. فمسلا حاجة زي كورات الدم الحامرة. لو المواد المؤكسدة اعدت فيها هتكسرها. والشخص ده هيدخل عندي في هيموليتك انيميا. تمام? هيموليتك انيميا. يبقى الشخص اللي عنده كبر دفشانسي هيدخل عندي في هيموليتك انيميا وايردفشانسي انيميا. اما الشخص اللي كان بيبقى عنده نقص في الحديد كان بيبقى بيبقى عنده انيميا من نوع ايه? بيبقى عنده انيميا من نوع الايردفشانسي انيميا بس. تمام? طيب دي اول وظيفة تاني وظيفة معنا اللي هو بيشتغل ككمبورنت للعديد من الانزيمز قالك اه القبر بيدخل في تركيب انزيمز كتيرة حوالي 6 بس الستة دول بيكونوا مهمين جدا هنحفظهم لما نعرف وظيفته في كل واحد اول حاجة السيتو كروم اوكسيديز وده بفقرك اللي هو بعملية الريسبيات روتشين اللي كنا نبينتك فيها الاتي بي اللي هو قبل حوالناد والفادئ الاتي بي والنطقة الالكتروناد بالنعديد من الانزيم اللي هي الانزيمز السيتو كروم فالكبر دلوقتي بيدخل فيه تركيب السيتو كروم اوكسيديز ده فمعنى كده ان هو بيساعدني ان انا انتج اي تي بي في عملية الريسبيات روتشين طيب تاني انزيم بيدخل في تركيبه هو السوبر اوكسايد ديزميوتيز وان السوبر اوكسايد ديزميوتيز ده كان بوظيفته انه بيترد المواد المؤكسدة من الخلايا تمام فبيساعد على الحفاظ على الخلايا سليمة بدل من السوبر اوكسايد اللي موجود ده يضرها ويكسرها فلو السوبر اوكسايد ديزميوتيز ده موجود في كرات الدم الحمرة بنقول عليه ريسروكوبرين لو موجود في الكبك بنقول عليه هباتوكوبرين لو موجود في السريبرام موجود في المخ بنقول عليه السريبروكوبرين تمام فده كان بيحاول المواد المؤكسدة ويحاولها للمواد اقل ضرر تالت حاجة التيروزينيز التيروزينيز ده كان مسؤول عن الميلانين فورميش الملانين ده صبغة الملانين المسؤولة عن لون جلدك تمام ثالث حاجة الليس الاكسايدز ده بيساعد فيه تكوين مجموعة من البروتينات حاجة زي الكولاجين زي الاستن الكولاجين والاستن دول عملية الماتيوريشن بتاعهم بتكون مهمة جدا وانا بكون البون فبعنى كده ان الكوبر هيساعدني فيه ان انا اكون البون عن طريق انه هو يساعدني فيه تكوين البروتين ستركشورز زي الكولاجين والاستن طيب بعد كده الدوبامين بيتا هيدروكسيليز الدوبامين بيتا هيدروكسيليز ده الانزيم ده بيدخل في تركيب الكوبر والانزيم ده هو بيحط هيدروكسايد على الدوبامين فيحوله اولا ابنفرن اللي هو الادريالين هنعرف بقى بعد كده في مديول السين اس ان الادريالين ده عبره عن مقل عصبي اصلا فاعرفها كمعلومة وخلاص ان الكوبر بيدخل في تركيب الدوبامين بيتا هيدروكسيليز ولما احنا نحط هيدروكسيد على الدوبامين هنحوله اولا ابنفرن تمام بعد كده عندي انزيم اسمه ديساتيوريز الديساتيوريز ده هو من معنى كده دي يعني ازالة وساتيوريز يعني التشبع يعني بيزيل التشبع يعني بيحول عندي الاستياريك اسد الى اوليك اسد الاستياريك يعني الدهون المشبعة اوليك يعني غير مشبع فبيحول الدهون الغير مشبعة القصد دهون المشبعة الى دهون غير مشبعة طيب ده اسمه ايه دي ساتيوريز يعني ازالة التشبع ديبامين بيتا هيدروكسيليز بيكون عندي بيكون عندي ابنفرن او ادرينالين من الدوبامين ليسل اكسيداز ده ليسل 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 ليفكرني بالإلاستن ليسل بيفكرني بايه بالإلاستن فأنا هكوون الإلاستن والكلاجين فيساعدوني في تكوين البون التيروزيناز الميلانين التيروزيناز الإين إيناز الإين نهية تفكرني بايه بالميلانين إين تيروزين ميلانين تمام؟ أتلقم على نفس القفية شوي فتيروزين يساعدني في تكوين الميلانين السوبر اكسايد ريزبوينتاز إحنا عرفنا على حسب ما كان ونسميه لو في قرات الدم الحمراء إريسترو لو في المخ سريبرو لو في الكبد هباتو وبعد جدا قلنا ان هو كمان بيخش في تكوين السيتو كروم اوكسايدز وان السيتو كروم اوكسايدز ده كان بأحد انزيمات تتبقى موجودة على الميتو كوندريا وتساعدني في انتاج الـ ATB في خلال عملية الـ Respiratory Chain طيب تالت وظيفة ليه الكوبر هي المتابلز مؤفل نيرفاستيشو احنا لسا قلنين من شوية ان الكوبر بيكون جزء مهم جدا من انزيم اسمه الدوبامين بيتا هيدروكسيلاز اللي بيكون الادرينالين والانزيم اسمه السيتو كروم اوكسايدز وكان بيبقى جزء من السريبرو كوبرين اللي موجود في المخ فالتلات حاجات دول بيكون حاجات مهمة جدا 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 لوظيفة النيرفاستيشو لأداء لنقل الإشارات العصبية واداء الخلايا العصبية بكفاءة تمام فمعنى كده ان الكوبر بيكون جزء منهم فمعنى كده ان الكوبر هو كمان بيكون مهم الاداء الوظائف العصبية تمام فالكوبر is important for the normal function of the nervous tissue طب لو حصل دفيشانسي في الكوبر الشخص ده هيحصل عنده defective formation للميلين شيز قلنك الانزيمات ده هي بتكون مهمة جدا علشان يتم نقل النقل العصبية خلال الميلين شيز اللي بيقلف الاعصاب فلو حصل عندي نقص في الكوبر هيحصل عندي مشكلة في تكوين الميلين شيز ده فبالتالي الاعصاب مش هتنقل الإشارات العصبية بينها وبعد كده هيحصل عندي ضمور في الاعصاب في حالة نقص مين؟ في حالة نقص الكوبر فاحنا عندنا تاني تعاكدا من رجال اللي خدنا في الكوبر قلتلك ان انا عندي الكوبر بيكون متوزع بشكل واسع جدا في كل الاطعمة سواء كانت مكسرات او كبدة او كلا او سمك او خضروات بيكون موجود في جسم من مية لمية وخمسين جرام وبيمتص من الديوديلم عن طريق بروتين موجود في الانتسطين الميكوذر سل اسمه الميتالوسيونين ولو في موجود عندي زينك وكادميام كتير هيتنفسه مع الكوبر على الميتالوسيونين اعرف ان الابضلوشان بتاع الكوبر في الحالة دي هيقل لانه هيلحق يا ما يلحقش بعد كده قلنا الكوبر اللي ماشي في الدم يقيمة يكون في البلازمة وسبعين في المية منه هيمسكه فيه السيريولوبلازمين والالفا تويجلوبيولين يقيمة والترتيب في المية الباقيين هيمسكه في القلبيومين يقيمة يقيمة وجود في كرات الدم الحمرة على هاية إيريستروكوبرين ولليس الكوبرين ده بيوترد المواد المؤكسدة من الخلايا وبعد كده اتكلمنا عن الوظائف بتاعته قلنا هم عبارة عن ثلاثة أول حاجة انتاج الهيم عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو كان بيدخل في تركيب السيريولوبلازمين والسيريولوبلازمين ده بيساعد في ان هو بيساعد في امتصاص وحركة الحديد يحاولي لموجب اثنين إلى موجب ثلاثة والموجب ثلاثة يبدأ ان هو يروح يكون مثلا الهيموجلوبين فلو الكوبر قليل والحديد مش هيخش في تركيب الهيموجلوبين فمش هيكون هيموجلوبين فالأربيسي ستبدأ ان هي تكشة على نفسها ويحصل للشخص ده ايرند في شنسي أنيميا مع نقص الكوبر وبرضو لو الإيريستروكوبرين ما تكونش نتيجة نقص الكوبر الشخص ده هيخش في هيمولوتيك أنيميا لان المواد المؤكسدة تبدأ انها تترقم جوال خلايا بعد كده قلنا ان هو بيدخل في تركيب العديد من الانزيمات وانهم عبارة عن ثلاثة اكسايداز وواحد ديساتيوريز وواحد هيدروكسيليز وواحد تيروزينيز بعد كده خدنا ان هو بيدخل فيه الميتابوليزم بتاع النيرفاستيشو وبيساعد في تكوين المايلين شيز ولو الكوبر قليل هيحصل عندي تفكت في تكوين المايلين شيز ومش هيحصل نقل الإشارات العصبية وده لانه بيكون تركيب مهم جدا في حالة السريبروكوبرين والدوبامين بيتا هيدروكسيليز والسيتوكروم اوكسايداز ممكن يقولي الكوبر بيكون مهم جدا ليه وظيفة الأعصاب هيقولك ليه هتقوله عشانه هبيدخل في تركيب ثلاث حاجات مهمين قوي السريبروكوبرين والدوبامين بيتا هيدروكسيليز والسيتوكروم اوكسايداز تمام كده بقي عندنا يعني المشاكل اللي تحصل في الميتابوليزم بتاع الكوبر يأما ما يحصلوش اكسكريشن ويخرج ويفضل نواية يتروح يترسب جوه الخلايا يأما ما يحصلوش ابزوربشن ونفقد كمية كبيرة جدا من الكوبر ويحصل عند الشخص ده كوبرد في شنس ويحصل بها بقى المشاكل اللي فاتت دي فيحصل عنده حاجة اسمها منكس ديزيز في حالة نقص الابزوربشن وفي حالة نقص الاكسكريشن يعني هيفضل يترسب جوه أنسيجة الجسم المختلفة فيعمل حاجة اسمها ويلسونزي ديزيز فعشان نسكمها كده مع بعض احنا عندنا ال-W وال-M الهين اللي قبل التانية قالك ال-M الاول ال-W-X-Y زد في الاخر تمام؟ فال-M هتاخد حرف ال-A لأن هي اللي في الاول يبقى مع حالة المينكس سندروم بتحصل بسبب نقص الابزوربشن تمام؟ اللي هو بيبدأ بحرف ال-A اما ال-W بقى خلاص يبقى اللي هو الحرف التاني اللي هو ال-Execration يبقى معها نقص ال-Execration يبقى عشان ال-M قبل ال-W يبقى ال-M هتاخد ال-A يبقى ال-M المينكس ديزيز او المينكس سندروم بتحصل بسبب نقص الابزوربشن اما ال-Wالسون اللي هي ال-W هتبقى بتحصل بسبب نقص ال-Execration دلوقتي فيه نقص عندي في ال-Execration في ال-Winsel disease قدام فيه نقص في ال-Execration يعني القوبر هيتراغم جوة جسم كميات كبيرة فبالتالي هيروح يترصب في أنسجة الجسم المختلفة ويعمل عندي مشاكل فهنا في حالة جايلنا في ميل عندها تسعة وتلاتين سنة كانت بتشتكي من قلم في المعدة وفيفر بقالها حوالي خمسة ايام البشنت جايلنا فومتت خمسمية ميل من البلاك ثلاث مرات يعني كتعمة تستفرغ او ترجع دم دم لونه اسمر حرفيا طيب وكمان بيحصل لها بليدنج عن طريق الفجينا تمام؟ يعني دلوقتي فيه تكسير كبير في كرات الدم بتاعتها معنى صح طيب تانية حاجة بيقول لك وإحنا بنعمل لها لقين عندها الابضبن بتاعتها أصلا كان فيها يعني ومنفوخة والسبلين بتاعتها كانت تقدر تحسه من برا وعينيها عينيها البوس ايز بتاعتها كان فيها رنج بالمنظر ده كان موجودة بالمنظر ده فيها رنج لونها جولدن كده وبعد كده بيقول لك لما عملوها اندوسكوبي او منظار لقيوا عندها دوالي في المريء ولما يوم يشخصوها لقيوا عندها سيرروزيس في الليفر يعني تلايف في الكبد وبورتل هايبرتينشن وكورونيك أنيميا فنصحوها ان هي تاخد البنيس اللامين تمام؟ فالحالة دي اعبارة عن ويلسون ديزيز تمام؟ الحالة الويلسون ديزيز دي اللي حصل قالك ان السيتي دي كتعمها تنزف من فوق ومن تحت فده ده للي ان فيه تكسير كبير جدا فيه كرات الدم الحمرة قدام فيه تكسير كبير في كرات الدم الحمرة وترصب للكوبر في انسجة الجسم المختلفة وتلايف في الكبد وأنيميا ده يدل على نقص الكوبر في البلازمة الكوبر قليل في البلازمة يبقى مش هحاول الحديد الى موجب ثلاثة يبقى كرات الدم الحمرة عندي هتبقى صغيرة والشخص ده يبقى عنده ايرون دفشانسي أنيميا وكمان الاريستروكوبرين مش هيتكون جوا خلايا الدم الحمرة ويترقم فيها السوبر اوكسايدز وتبدأ ان هي تتكسر والشخص ده يدخل فيه هيمونيتيك أنيميا فهو فعلا جايلي بتقولك ان هي عندها كرونيك أنيميا وكمان الكوبر هيبدأ ان هو اه قل في البلازمة بس نتيجة نقص الاكسيكريشن بتاعته بدأ ان هو يروح يترصف انسجة الجسم المختلفة فمثلا عندك الليفر عمل فيه سيروزز تمام؟ اهو زي ما احنا شايفين عند المريء عمل دولي في المريء وهكذا طيب فده المنظر رغوط اه دي للعين دي الحلقة الجولدن اللي كانت الست دي جاننا بيها فاحنا دلوقتي بيتكلم عن الولسون ديزيز قالك الولسون ديزيز ده هو بيكون اوتوزومة ريسيزيف ديزيز يعني عبارة عن برد بيحصل نتيجة خلل او طفرة فيه جين معين والجين ده بيكون متناحي ريسيزيف يعني موروث من كلا الابوين يعني لازم يكون عند الاب والام characterized by decreased في الاكسكريشن بتاع الكوبر بواسطة الليفر يعني يتصب بنقص في الاكسكريشن بتاع الكوبر فالكوبر عمال يترقم بقى ايه؟ عمال يترقم في الجسم فالكوبر fail to be exerted in the bind عمال يترقم فيه الليفر في الكدني البرين للريدسلز فعمال ايه؟ عمال يترصب في أنسجة الجسم المختلفة البيشنت ميد فولب هيموريتيك أنيميا هيحصل عنده هيموريتيك أنيميا نتيجة ان احنا عندنا الكوبر مش هيدخل في نقص في البلازمة فمش هيبقى فيه عند حديد والحوار اللي احنا شفنا ده ويحصل عنده يبقى نوع المشكلة اللي هتحصل في الليفر مع الويلسون ديزيز هي ايه؟ هي الليفر سورروزز ويحصل عنده مشاكل في الاعصاب نيروليجيكال سيمتم لسبب ان مش هكاون بقى الهوى السيريبرو كوبرين ولا الهوى الدوبامين بتاع هيدروكسوليز مش دي حاجات كانت مهمة عشان يكاون مينين شيس لا دلوقتي يحصل عندي المشاكل في الاعصاب وكمان الكوبر هيروح يترصب عندي في البيزا الجانجليا اه اعرفها كده وخلاص بس ان الكوبر هيروح يتركم في البيزا الجانجليا البيزا الجانجليا دي بتبقى موجودة في الموخ ومسؤولة عن نقل الاشارات العصبية برضو تمام؟ طيب على العين بقى هيروح يترصب في الكورنية حوالين الكورنية وهيعمل بيجمنتشا لونها جرين او جولدن هيعمل بيجمنتشا لونها ايه لونها جرين او جولدن فيعمل عندي دايرة حوالين الكورنية زي ما احنا شفناها في الصورة اللي فاتت ديت سموها ايه دايرة ديت؟ سموها كايسر فليشر رينج كايسر فليشر رينج كايسر فليشر رينج تمام؟ طيب قال لك كمان ان الكوبر هيبقى قليل في البلازمة ما احنا عارفين ان الكوبر والستريولو بلازمين السريونوبلازمين هيبقوا لينين في البلازمة لان هو اصلا عمال يروح يترصف في انسجة الجسم المختلفة. كمان بيقول لك ان الويلسون ديزيز دهوت عشان نعالجه. احنا قلنا الدكتورنا صحة انها تاخد ايه? البينيسلمين. قال لك عشان نعالج الويلسون ديزيز تاخد ايه? البينيسلمين. البينيسلمين ده هيقعد يتروب بقى الكوبر اللي ما تراكم في انسجة الجسم المختلفة ديجت هيشده كده ويروح يترده في اليورين. تمام? هيترده عن طريق كده في اليورين. قال لك ان انا عندي في الويلسون ديزيز مستوى الكوبر. كده هيزيد في البول لما ياخد البينيسلمين. وهيزيد في الانسجة. اما بيكون قليل فان? قال لك بيكون قليل في البلازمة. تمام كده? طيب. هنا بقى كيس تانية او حالة تانية جاينا. بيقول لك ان انت فيه تفل لسه مورود من اربع شهور. وبقاله اسبوعين عنده تشنجات. تمام? عنده تشنجات بقاله اسبوعين. الانفنت ده اتولد 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 عن طريق اتولد بشكل طبيعي خالص. وكان وزنه اتنين وسبعمائة كيلو جرام. اه وبعد كده يعني كان وزنه اتنين كيلو وسبعمائة جرام. اه قال لك كان عنده قال لك ما فيش حد فعلته قبل كده بجلوم تشنجات. اه وبعد كده بيقول لك ان بعد كمان اربع شهور من من بقى المناعة وامه بتردعه والدنيا تلمام. ابص لقيت التفل ده اتدخل عندي في ابليبسي. يقول لك اهوت في حالة سرع ومشاكل كبيرة جدا في الاعصاب. وشعره بدأ ان هو اه يقع يعني فيه وحيبو بيجمنتشن. ووشه بص الايم بيد كده. اه في قليلة جدا. وكمان قال لك هلاقي عند كده. قال لك وجده ان هو عند مشكلة في جين معين. تمام? لما عملوه بيقول لك استانا بس ما نشيل كده. قال لك بيقول لك اهوت. قال لك ان احنا عندنا كل والتحاليل واللي عملوها له. لقيوا ان هو احتمال كبير جدا جدا ان هو يكون عنده فهو من الكيس ديت عايز يعرفك ان ده هوت بيحصل نتيجة اه احنا قلنا المينكس حرف الام نقص الابزوربشن. الاي? يبقى نقص الاي? يبقى نقص الابزوربشن بتاع الكوبر. فدلوقتي فيه كمية كبيرة من الكوبر مش بيحصل لها امتصاص. فا اه عندي اه كوبر دفيشنسي. فمع الكوبر دفيشنسي ده بيحصل عندك تشنجات وممكن الشخص ده يدخل في صرع ومشاكل فيه الاعصاب كبيرة جدا. اه الشعر بتاعه يبدأ يقع والبيجمنتشن اللي موجودة في جسمه لان احنا قلنا كن الكوبر بيدخل في تكوين التيروزينيز. اللي كان مسئول عن تكوين الميلانين. دلوقتي التيروزينيز مش هيتكون. فدلوقتي الشخص هيبقى هايبو بيجمنتشن. فتعبقى اما نشوف كده المينكس زي ما هو جاي لنا كده بالضبط بقى بص الاقي ايه? بص الاقي شعره هايبو بيجمنتشن. اه وبعد كده ابص الاقي عندي الوشه مبيض دهوت. ابص الاقي عندي اه اللي تعابس هنا على بتاعه هيبص الاقي فاتح. ما فيش اه ما فيش اي بيجمنتشن لاني ما فيش ميلانين. ابص الاقي عندي الهير بتاعه بيكون الاقي ايه هيقع كده وهش بسبب نقص الكوبر. فتعالا كده نقرأ. بيقولك ان انا عندي ده هو بيكون يعني بيكون عبارة عن جين برضو متلحي بياخده من كلا الابوين. اه وبيكون اه موجود على الكرموزوم اكس. بيتصف بيه دي كريز الابزور بشان بتاع الكوبر من الانتستين. دلوقتي الميكوز السيل مش بتنتص الكوبر فيحصل عندي سفير كوبر دفيشانسي. فالكينيك المنافستيشن تشمل ايه? قالك تشمل تويستد بريتل ستيلي هير. قالك ان الشخص ده هيبقى توستد متشنك والهير بتاعه هيبقى ضعيف وهش. ودي بيجمنتشن في هبص هلاقيه مبيض ما فيش عندي ميلانين. وهير نفس النظام هيبدأ ان هو هيبيض. والسريبل والعصاب بتاعته هببوز نتيجة نقص تكوين الميلانين شيس. بعدك اللي هو الميلين شيس. قالك ان انا عنده هيكون فيه من الكوبر عند السيريو بلازمين في البلازمة طبعا انا مش بمتص الكوبر فمستوى في البلازمة هيكون قليل. تمام كده? بعد كده فاضل معنا بتاعته الكوبر. مطلوب مني اخد قد ايه? من الكوبر في اليوم. قالك مطلوب تاخد اتنين ونص ميلي جرام في اليوم. لو تفتكر الحديد كنا بناخد من عشرة لخمستاشر ميلي جرام في اليوم. تمام? لو انت كنت شخص سليم. لو كانت لك تادي كده بتاخد خمستاشر ولو كان بريجنانسي كان بتاخد تلاتين. طيب دلوقتي الكوبر بمحتاجين اتنين ونص ميلي جرام في اليوم. طيب بعد كده عملية الكوبر بيخرج عن طريق ايه? قال لك بيخرج عن طريق الفيسيز عالي. انا باخده في الاكل بتاعي والكوبر اللي بيحصلوش بيبدأ ان هو ينزل عن طريق الستول. قال لك كمان ان هو ممكن يخرج عن طريق الباين. تمام? اه قال لك ان انا عنده هو جهاز ايه. قلق لك ممكن يخرج عن طريق الفيسيز وعن طريق ايه? وعن طريق الباين. قال لك ولان الكوبر بيبقى ماشي في البلازمة اه بشكل كبير بيبقى ماسك فيه البروتينات فهو مش بيخرج عن طريق اليورن. الا في حالة واحدة خرج عن طريق اليورن. رحد فكر ايه هي? قال لك حالة ديزيز لما كان بياخد البنيسلمين. وكان البنيسلمين ده بيروح يشدوا الكوبر من انسجة الجسم المختلفة ويرميه في اليورن. تمام? يبقى انا عندي الكوبر بيخرج عن طريق الفيزيس والبير بس مش بيخرج عن طريق اليورين. تمام? اللي مطلوب منه في اليوم اتنين ونصف ميلي جرام في اليوم. طيب. بعد كده احنا كده خلصنا الكوبر. هنبدأ ان احنا ندخل على الزنك. بيقول لك ان انا عندي الزنك اعرف فيه تلات معلومات. اول حاجة ان هو بيساعد على تغزين الانسولين في البيتا آيلت آآ سيلز اوفزا بنكرياس. قال لك الزنك الزنك آي ان صح? يبقى افتكر على طول ان هو بيساعد في تغزين الانسولين. الاي ان هي كمان انسولين. تمام? يبقى تاني الزنك يساعد فيه داخل البنكرياس. تاني حاجة اعرف عن الزنك ان هو بيكون مهم جدا في حركة الفيتامين اي من المخازن بتاعته. قال لك ان هو بينظم الفيتامين اي في جسمنا. لو الفيتامين اي قليل بيبدأ ان هو يروح ياخد فيتامين اي من المخازن بتاعته. بعد كده هنبقى هنبص سلاقي فيتامين اي اللي بيحركه السيلينيوم. فاحنا ناخد بالنا السيلينيوم هيبقى فاقي فمع فيتامين اي. اما الزنك هو اللي مهتم بحركة الفيتامين اي. ناخد بالنا من الحتة دي برضو. بعد كده تاريت حاجة مهمة ان انا عرفها عن الزنك ان هو بيدخل في تكوين انزيمز مهمة. سكمناه مزاير انزيمات ديت. بيقولك عفاكر السيلين اللي كانو اللي كان بتزن في اول المحاضرة ومتق قالت لها امي. البنت سيلين ديت ا ا رات ركبة العربية الكار وشربة بولي الكوحل شربة الكوحل كتير. فاحنا سكمناه اول حاجة سيلين. السيح سايمين. السيح سايمين. تمام السيلين. سايميدين. جيبزينك بيدخل فيka ينز. جيبز يدخل في العديد اللي هي بولي يبقى البولي مراس ار ان اي بولو مراس ودي ان اي بولو مراس وعملت ايه تاني وشربت العديد من الالكوحول اللي بقى الالكوحول دي هيدروجينيز يبقى المنت اسمها سيلين تفكرني بالصيميدين كاينيز رجبة القار تفكرني بالكاربوكسي بيفتاز وشربت العديد اللي هي البولي تفكرني بالبولو مراس سواء دي ان اي وار ان اي بولو مراس من الالكوحول تفكرني بالالكوحول دي هيدروجينيز تمام كده يبقى دائق الزينك تفكرني بلانسولين وقلنا الزينك معه فيتامين ايه لان بعد كده يجي فيتامين ايه مع السيلينيا اللي هي فيها ايه طيب وبعد كده قلنا انه يدخل في عدد من الانزيمات بتاعة السيميدين والالكوحول والكربوكسي والبوليميريز طيب بعد كده هندخل على الايوديد والأيوديد الحاجة الوحيدة اللي عايز عارفها عنه انه بيدخل في تكوين السيوروين هيرمونز طب بعد كده الفلورايد الفلورايد ده هوت عبارة عن المادة اسمها الفلورابيتيت الفلورابيتيت ديت مادة بتروح على نسجة الجسم المختلفة وتمنع ان البكتيريا ديت تقرب منها يعني تروح على العظم تمنع ان اي مادة تهاجم العظم تمنع المواد اللي بتعمل عندي هشاشة فتحافظ على العلبون من حضوص الهشاشة بتاعت العظم فتمنع قالك تروح على السنان وتمنع اي بكتيريا تتكوم عليها فقالك ان هي بتخلي السنان تمنع التسوص قالك كمان الفلورايد ده لو دخل الجسم بكمية كبيرة او انت خدت بلارج دوس بيكون توكسك يعني ممكن يموت لانها بتعمل انهيبشن للعديد من الانزايمز زي ايه الانزايمز اللي بتعملها انهيبشن زي الانوليز فاكر الانوليز ده في عملية الجلايكولز عادي عادي ما تكون في فاكرين ما تقلوش الانوليز ده هوت ده مجرد مثال محطوطه خلاص الانوليز ده كان في عملية الجلايكولز بيبدأ ان هو يحول الى اتنين فوسفو جليسريت الى فوسفو انيل بيروفيد في عملية تكسير الجلايكولز عشان احصل على طاقة فتخيل كده ان انا هوقف انزيم مهم جدا بيحصل في عملية مهمة جدا 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 زي الجلايكولز اللي هو اصلا انا عايش بسبب الجلايكولز ده فتخيل ان الفلورايد يروح يعمل انهيبشن للانزايم ده فاحنا نحاول ناخد حضرنا ان الفلورايد ده اخد بالي من الجرع بتاعته هتسبب عندي الديس على طول هتنوت على طول وانا ما بيدخل في تكوين الفلورابيتيت والفلورابيتيت ده ده بتمنع تكون البكتيريا فاعرف ان هي تخليني اتبقى في عندي ريزيستانس للاستوبيروسيس هيبقى فيه ريزيستانس للاي دينتال كيرس او اي تساوس بعد كده عندي كلامني عن الكوبلت يقولك ان انا عندي الكوبلت دهوت في حرف البي فالكوبلت اللي في حرف البي دهوت هيساعدني في انتاج الفيتامين بي 12 تمام يبقى الكوبلت في حرف البي هيساعدني في انتاج فيتامين بي بي 12 تمام طيب بعد كده عندي السيلينيوم السيلينيوم دهوت بيكون برضو معدن مهم جدا جدا لانزايم اسمه الجروتساليوم بروكسايدز فاكرين الجروتساليوم بروكسايدز ودا كان شبه السوبر اكسايد سموتاز كان بيعمل ايه? كان بيحمل خلية من السوبر اكسايد اللي تبقى موجودة جواها حاجة زي مثلا الهايدروجين بروكسايد حاجة زي الفتي أسد هيدرو بروكسايد الحاجات دي كنت بتدمر الخلية حرفيا واتموتها فدلوقتي السيليم هيساعدني ان انا احمي مثلا حاجة زي الهموغلوبين حاجة زي البولي أنسا تريد الفتي أسد حاجة زي السين ميمبراين اللي بيقى متكون من فوسفوليبيد وحاجات مندي قالك هيحميها من ايه قالك هيحميها من الاكسوديف اللي هي هتضمر الخلية ديت تمام طيب قالك اه فهو كده اشتغل كانتي اوكسدنت يبني عارف عن السيلينيوم اللي هو مهم عشان اكون انزيم جروتاسيوم بروكسيداز وبيشتغل كانتي اوكسدنت طيب شغله كانتي اوكسدنت هيخلي له وظايف اه حلوة اوي وهيساعد الفيتامين اي انه هو هيشتغل كانتي اوكسدنت يبني عندي السيلينيوم مع الفيتامين اي لان السيلينيوم معها اي يبه هو بيساعد الفيتامين اي يشتغل كانتي اوكسدنت يحمينا من اي سوبر اوكسيز تدخل الخلية اما من اللي كان مع الفيتامين اي الزينك الزينك كان مع الفيتامين اي طيب احنا كده خلصنا العناصر بتاعتنا يلا بينا نحل عليهم يلا اول حاجة الويلسون ديزيز الويلسون ديزيز بيكون انهيرتد ديزوردر انويتش اكسوزي فقام وانت من ايه بيأكوميليت في البادي قالك الويلسون زيت ده كان عنصر ايه اللي بيترقم في الجسم هل هو حديد لأ الحديد كريم الكروماتوزيز وخلاص اما الكلسام لأ السوديوم لأ الكوبر اه يبه هي ايه اللي جابة بتاعتنا الكوبر طيب بعد كده بيقول لك الفلورايد الفلورايد كان بيدخل في مادة اسمها الفلوروبيتيت الفلوروبيتيت دي كان بتمنع ترقم البكترية على السنان وتمنع اي تساوز فدي ايه true طيب بعد كده بيقول لك الويلسون زيز اه بيكون في البيشنت اللي عندها الويلسون زيز الليفر مش بيقدر يخرج ايلك فعلا مع الويلسون زيز كان بيحصل عندي نقص في نقص في تخرج الكوبر برا جسمي فبيقول لك دازنت الليفر مش قادل ان هو يخرج الاكسيس كوبر انتو زبايل قادلت نورمالي دازل لان زي ما هو بيعمل في العادة فبيقول لك الريزلت هتحصل عندي ايكوميليشان لي الكوبر في الليفر ويحصل عندي فايه نوع دزيز اللي هيحصل في الليفر هل هو ولا في الليفر ولا في الليفر علمlog لك هيحصل في الليفر احنا هناخدها في الليفر تمام بس هي فعلا اه ممكن يحصل لكن احنا ناخدها في الليفر لان اليه لان الليفر هنا يعنى hq Next اللي هيحصل في الليفر. تمام? فانا اقول انها يحصل سيرروزز. اما الحاجات بقى المصاحبة ليه? قال لك اه بيحصل عندي بورتر هايبرتينش العادي. تمام? طيب. بحنا نختارها ايه? هنختارها سيرروزز للليفر. طيب بعد كده بيكلمني على مين? بيقول لك السنين يم اه 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 هل السنين يم بيشتغل كانتي اوكسيدنت? اقول لك اه لانه كان بيدخل في تركيب انزيم طيب بعد كده بيقول لك هل بلازمة بروتين اه بيحمل الكوبر. بلازمة بروتين اللي بيحمل الكوبر? الترانس بيقول لك اه الترانس بورتد في البلازمة على هيئة ايه او على شكل ايه? على شكل فريتين? غلط. على شكل سيريولو بلازيمين صح. فعلا ان الكوبر كان بيتشال في البلازمة عشاكرا سيريورو بلازمين بقى مرة ما كان في البلازمة في الدم بيروح يحاول الاف اي مجاب اتنين الاف اي مجاب تلات شفت بقى طيب تعال رقم خمستاشر هنا بيقول لك الانسولين فيها اي ان تفكرني مين اللي كان فيه اي ان الزينك على طول الزينك اي ان خلاص انا من الغير ما بسعى بقى اختيارات انا قلت انسولين بدايته اي ان يبقى الزينك اللي هو في اي ان بعد كده بيقول لك المنرال زاتا كاي كومبورنت الفيتامين بي اتناشر اختار على طول الفيتامين بي اتناشر يبقى فيها بي يبقى على طول العنصر اللي فيه البي اللي هو مين الكوبلت تمام جدا طيب هنا بقى ارضو شوية اسايز ودي الاجابات عندنا ايه طيب دي في الاخر كده ماين دباب اه عشان تعرفنا احنا اخدنا اقف المحاضرة بتاعتنا والتلك في البداية خالص احنا اتكلمنا عن الحديد عرفنا المصادر بتاعته حيوانية ونباتية مع كده عرفنا امتصاصه انه بيمتم امتصاصه عن طريق الديود لما قلنا فيه منه حالتين حالة بتكون فرس ودي اللي بيتم امتصاصها لانها بتكون مور سوليبل اند مور ابزوربابل والحالة التانية اللي هي الاف اي موجب تلاتة ديت وظيفة انها تتخزن او تمشي وتتنقل في الدم على هيئة تمام? وانا عمالية المتصاص بتتأثر به اربع حاجات. كانت حالة الايرن زي ما قلنا هل هو اف اي موجب اتنين ولا موجب تلاتة والموجب اتنين هو اكتر حاجة بتتأثر. طيب او اكتر حاجة يعني بيحصل لها ابزوربشن. طيب بعد كده اتكلمنا على استوريابلتي وانا في حاجات تزود استوريابلتي وحاجات تقليل. حاجات تقليلها زي الفوسفيت والفايتيت والاوكزاليت والان ابزوربت فاتي اسد. تمام? طيب بعد كده المطلوب اخد انا محتاج قد ايه من الحديد? قلت لك من عشرة ميلي جرام. لو انت شخص قضل توسليم. اما خمستاشر ميلي جرام من الست اللي بتردع. والست الحامل اتخد لها واللي بنها اتضع في تلاتين ميلي جرام. بعد كده اتكلمنا لو احنا عندنا الحديد. بعد ما امتصناه في الدم وعايزين نوضعها لانسجة جسمية المختلفة. فهيبقى فيه نوعين من الحديد. يا اما نوع في نون فانكشنال ده وظيفته التخزين زي الفريتين والترانسفريتين والهيموسيدرين. يا اما نوع فانكشنال مسؤولة عن وظائف الجسم الحيوية ومسؤولة عن التنفس الخلايا زي الهيموجلوبين بقى والحاجات دي. بعد كده اتكلمنا على وقلنا ان الكمية كبيرة من الحديد بتخرج عن طريق الفيزيوس بس ده ما يمنعش ان هو ممكن يخرج عن طريق اليورين بس كمية صغيرة جدا لان لان الحديد بيبقى ماسك في بروتينات او ماسك في كومباوند كبيرة مبتقدرش يتعدى الجلميرولاي فكمية صغيرة بس اللي بتخرج عن طريق اليورين. وقال لك انه ممكن يخرج عن طريق الملكة او في الست برضو. تمام? طيب بعد كده اه خدنا جزئين عن الخلل الممكن يحصل في المنتابوليزم بتاع الحديد. الهيمو كروماتوزز في حالة زيادته بنسبة كبيرة في الجسم. وآآ بنسميها بيتخصن على هاية في الانسجة الجسم المختلفة. ولو الانسجة بتاعت خلايا الجسم بازد حصل عندي سيلورار دي جينيريشن وآآ فايبروزز هتقلب عندي بحاجة اسمها هيمو كروماتوزز. وقلنا لو الحديد ده نقص نقص في الجسم وامتصاصه قل او انا اخدت او انا ما اخدتوش من برة بشكل كويس او اه انا اخدته بشكل كويس وامتصاصه كان كويس بس انه فقدت نسبة كبيرة في فقدت دم كتير او فقدت اه هيمو مجلوبين كتير وفي حديد كتير فيحصل عندي حاجة اسمها ايران دفشانسي انامي. بعد كده اتكلمنا عن الخبر قلت المصادر بتاعته آآ بقالك بيكون ويد في معظم انواع الطعام. وقلنا ان هو بيمتص بقايلك مكسرات لحمة كبدة اي قصدي كبدة كلا سمك بقليات اي حاجة. وبيمتص برضو من الديودينم. وقلنا عن طريق بروتين اسمه الميتا سايونين. وبعد كده الميتالو سايونين. وقلنا بعد كده ممكن الزينك والكاماديام يقللوا من الابزوربوشان بتاعه وينفسه على البروتين دهوت. ويكون قد اه اتنين ونص ميلي جرام في اليوم. اتنين ونص ميلي جرام من الكبر في اليوم. وقلنا ان البلاط بيبقى ماشي في الكبر ماسك فيه بلازما بروتينز ام موجود داخل كرات الدم الحمر. وعشان نعمل له اكسيكريشان. ايه ما خرجه عن طريق الفيزز او عن طريق البايل. ما بيخرجش عن طريق اليورين الا في حالة الويلسون ديزيز لما ياخد البنسيلمين. طيب بعد كده اتكلمنا عن الحالتين بتوع البنسيلم اللي هو الويلسون والمنك السندروم. وانا المنك السندروم مع نقص الايه اللي هو الابزوربشان. والويلسون مع نقص الايه اللي هي الاكسيكريشان. فالويلسون بيحصل فيه زيادة في الكبر في الجسم وفيترسل في انسيجة الجسم المختلفة. والمنك السندرز بيحصل عندي كبر دفيشانسي. نتيجة ان انا ممتصتهوش. وبعد كده اتكلمنا عن ثلاث وظيف للكبر. وقلنا ان هو اما هي مبيوسيز اما يدخل في انزيمات مختلفة. ويساعد فيه الوظيفة بتاعة النيرفوس تيشو. طيب بعد كده اتكلمنا عن شوية عناصر تانية زي الزينك. قلت لك الزينك في تكل الاي ان انسولين. ويساعد فيه اللي هو يسحب الفيتامين ايه من الاستوروجي بتاعته. في حالة نقص الفيتامين ايه. وكمان بيدخل في انزيمات. سكمناها في سيرين نجبة العربية. وشربة بولي الكوحول. يعني العديد من الكوحول. طيب بعد كده الفلورايد. وقلنا الفلورايد ده بكوى من مادة اسمها الفلورابيتيت. الفلورابيتيت. الفلورابيتيت او يحصل عندي دينتال كيريز او تسوص الاسنان. وقلنا اللارجدوس منه بتكون تكسك وبتموت. لان هي بتوقف انزيمات مهمة حاجة زي الانوليز. انوليز ده بيكون مهمة جدا في عملية الجليكوليسيس. بعد كده تكلمنا على الايوضايد. وان الايوضايد دهوت بيكون مصدر مهم جدا عشان يكون السيرويد هرمونز. المسؤولة عن الغطة الدراكية. بعد كده تكلمنا عن الكوبلت. الكوبلت قد لك فيه حرف البي. فمسؤول عن انتاج فيتامين بي 12. بعد كده تكلمنا على السيرينيم. والسيرينيان ده هو بيدخل بيكون مكون مهم جدا في انزيم مهم جدا اللي هو اسمه الجلوتاسيومبروكسايديز. الجلوتاسيومبروكسايديز دهوت يا عام كان بيساعدني ان انا اتخلص من الاكسايد السوبر اكسايد اللي موجودة في الخلايا وبتدمرها. وكمان قالك ان هو بيدخل في تركيب الفيتامين ايه. وبيديله الافكت ان هو يكون انتي اكسيداند. اللي هو بيمنع تدمير الخلايا بواسط السوبر اكسايد زي الهايدروجينبروكسايد مثلا. احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا اللهم من يستعودعك ما قرأت وما حفصت فردوها عندي حاجاتي الي انك على كل شيء قدير. حابة بس قبل ما انه معاكو ادوكو نصيحة قويسة بيقولك اتعب دلوقتي مش مش هترتاح بعدين. انت كده كده هتتعب بعدين. تمام? بس ما تتعب في حاجة بتحبها احسن ما تتعب في حاجة مفروضة عليك. انت عايز توصل لحاجة فتعب عشان توصل له. تمام? بدل ما تقعد تريح دلوقتي ويتفرد عليك حاجة انت مش هتحبها اصلا ولا هتحب تشتغل فيها. فاتعب من دلوقتي احسن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ليس الانسان الى ما سعى. انت عليك استعى. انت مش عليك النتيجة. انت عليك تحلم وتسعى. تمام? اه فمن دلوقتي اشتغل بدون توتر. حافظ على نفسيتك. احسن ظنك بالله. وان شاء الله ربنا دايما هيوفعك وينولك اللي في بالك. تمام? اه يلا سلام. احنا كده خلصنا. ما تنسوش الفيت داك. اه 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.